شوف ايران بتقول انا ضربت على شأن انا بضرب تمركزات امريكية وانه ده شكل من اشكال الردود الايرانية على ما تفعله امريكا بالمنطقة العربية خلاص خد ده زي الورقة كده خطها على جنب يبقى ايران ضربت تمركزات امريكية في ايربيل انا مش بنقشك ده صحة ولا غلط خالص انا بنقشك في انه حصل ليه؟ لانه ايران بتقول ده رد على ما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة واشاره الى ما يحدث في جنوب البحر الاحمر مع مجموعة عبد الملك الحوسي او مجموعة انصار الله ادي كده اول ورقة طيب بما ان احنا قلنا مجموعة انصار الله في اليمن ما هو عبد الملك الحوسي قال والله انا اللي بعمله في جنوب البحر الاحمر او بعترض طريق بعض السفن او 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 وده ردا على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لما يقوم بكيان الصهيوني المحتل في الأراضي الفلسطينية يبقى دي الورقة الثانية الورقة الثالثة حزب الله بقيادة سيد حسن نصر الله قبل كده حصل من أنه أيضا قام برشق بعض المواقع في الداخل الإسرائيلي لو صح الكلام يعني جزء من الأراضي المحتلة من الكيان الصهيوني أيضا لأنه هذا رد مننا ده كلام حزب الله رد مننا على ما يقوم بهذا الكيان تجاه الأراضي المحتلة وتحديدا ما يقوم به في غزة يبقى دي الورقة الثالثة حماس اتحركت يوم 7 أكتوبر سنة عشرين تلاتة وعشرين مش لأنها نفسها تتحرك ولكنها تحركت بمنطقة البساطة لأنه كان في تكثيف من الانتهاكات الصهيونية تجاه بعض المخيمات وبعض المدن وبعض القرى والبلدات الفلسطينية بل وانتهاكات من قبل المستوطنين للمواطنين الفلسطينيين وهما المواطنين الأصلين بالمنطقة بخلاف انتهاكات أخرى كانت في القدس نفسها بل وفي حرم المسجد الأقصى فتحركت حماس يوم 7 أكتوبر بعملية طفان الأقصى يبقى انت كده عندك كام ورقة؟ أربع ورقات إيران ضربت عبد الملك الحوسي ومجموعة أنصر الإسلام ضربوا حزب الله أنصر والله قصدي ضربوا حزب الله ضرب ومن قبلهم أول واحد طبعا كانت حركة حماس ضربت آه دي أربع حاجات بتقولك إيه العراق جنوب لبنان الدخل الفلسطيني جنوب البحر الأحمر فاضل جبهة واحدة بقى الجولان من عند الجبهة السورية يبقى كده هتبقى الورقة الخمسة ولا أعتقد أنها بعيدة قادمة قادمة ما الذي ينتظر العالم حتى يقتنع بما حذر به أو حذر منه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتساع دائرة الصراع التي سوف تشعل المنطقة بأسرها انظر جيدا للخريطة عراق سوريا لبنان فلسطين جنوب البحر الأحمر اليمن ده معناه إيه؟ معناه أن كل منطقة شبه الجزيرة العربية وصولا إلى أقصى الشام على سواحد البحر الأبيض المتوسط تحت التهديد تحت التهديد بشكل عام ما هو إسرائيل هي الورقة السادسة يبقى المنطقة دي منطقة مشتعلة آه دي السادسة يا مولانا ما الذي ينتظره العالم كل اللي قاله فخامة الرئيس حصل كله طيب طيب ده ما ينتظره العالم هنوعب بقى نستنى العالم وهنفخ في القربة المقطوعة طيب ما تيجي نفكر إحنا نفسنا في أنفسنا كم مجموعة عربية وإسلامية أمقان الأوان إن إحنا نستخدم الكروت اللي في إدينا ألا وهي المصالح الأمريكية في المنطقة اتكلم مع الأمريكان في مصالحهم الفلوس والبيزنس واللازي منه واللازي منه ده كتير ما قلش الأوان يا جماعة إحنا كلنا مهددين ما بقاش في حاجة خمس جبهات بالفعل مفتوحة مش لسه هننتظر اتسعة رقعة الصراع اتسعة رقعة الصراع لو طولت شوية المنطقة لن تهدأ لسنوات